السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معاكم احمد التريسي والنهاردة الدرس الرابع من دروس اعرف تكلا سؤال النهاردة من حسام السلموني بيقول لو سمحت ممكن تشوح نضط الاتجاه ببص به لكل عنصر عشان يترسم به في اللوحة يعني في العناصر بريكاست بنحتاج اللوحات كلها تطلع المولد فيس تحت واللي قدامنا على اللوحة ستيل سرول فينش قبل ما نبدأ في درس النهاردة محتاجين نفهم معنى الكلام اللي مكتوب ايه المولد فيس او الفورم فيس هو الجزء اللي تحت من الفورمة بتاعتك اما الفينش فيس او التوبين فورم هو الجزء الفقاني من الفورمة بتاعتك يعني لو تخيلنا ان دي الفورمة بتاعتك يبقى ده ايه المولد فيس او الفورم فيس وده الفينش فيس او التوبين فورم فيس لو عندك ايه اسئلة لو صباح تسيبها لنا تحت في الكومنتات عشان نقدر نلتزم بفيديو كل يوم ويجاوب على كل اسئلة وتعمل فايدة على الجميع وكالعادة قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير وتشترك في القناة ده المودل بتاعنا تعال نرسم حيطة كده نضب الكليك على بانيل نحدد الارتفاع بتاعها وياكن اربعة متر ويتفاعنا بتاعتها توترمية افلاي اوكي ونبتد نرسمها في الشكل ده نقطة تانية سكرول هكليك انتراب تعالى نعمل فيها فتحة هيجي هنا بوليجون قد نختار الايتم بتاعنا اللي هو الحيطة بعد كده نعلم عن السناب الديلست نختار نقطة هنا مثلا بعد كده نطلع لفوق كده اتنين متر مثلا انتر ونمشي كده واحد متر انتر بعد كده ننزل تاع نضغط سكرول هتلاقي عملناك الفرحة بالشكل ده نقل انتراب تعالى كده برضو نرسم كاميرا نقل انتراب نخليها سلتمية في ثلتمية افلاي اوكي ننسمها من هنا كده نحد هنا عمودي نلف كده شوية نقل انتراب عايزين نطلع الحيطة دي بالكاميرا دي برضو كت نختار الحيطة وبعدين الكاميرا نقل انتراب كنترول فور بعد كده نختار الكاميرا اللي بصحة ادي القط بالمنظر ده احنا عايزين نبص على الحيطة دي على اللوحة من هنا تعالى بالوقت نحدد توب انفورم فيس نختار ست توب انفورم فيس ونختار الفيس ده يبقى كده ده توب انفورم بتاعنا نقل انتراب لو انت عندك اي حاجة مرسومة وعايز تشوف توب انفورم فيس بتاعها هتيجي من توب انفورم وبعد كده تختار العنصر بتاعك هتلاقيه على اللي بولك باللون الأحمر بالشكل نقل انتراب تعالى نعمل لها اللوحة عشان نتأكد اختار هنا بعد كده نختار الحيطة right click create drawing هايقول لك هتقول له اوكي هتلاقيه كده تحت creating drawing finished one drawing created هتضغب ctrl L بعد كده تلاقي اللوحة هنا هتضغب عليها double click عشان تفتحها نزل دي كده هتلاقيه فتح لك اللوحة بالشكل زي ما انت شايف add front view باصس من نفس الاتجاه اللي اكنا حدد ده ولو خدت بالك مش موجود القط اللي احنا عملناه طب عايزين نصغيره double click على view ده كده ونعلم على part ونعلم هنا على hidden lines هتلاقيه زوجلك الجزء اللي هو احنا قطعناه الناحية الثانية زوجه لك منطق لانه باين في inform face اللي هو عكس طب احنا كده احنا كده تعليمنا ازاي نحدد الاتجاه اللي بقص منه في اللوحة علشان خاطج وانا بطلع لوحات ابريكاس وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس النهاردة شكرا ليكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته